ويانا اليوم المحامية والمختصة بالشؤون الأسرية والمرأة نور أميني سأل صباحك صباحك خير ياهل أهلا سأل صباحك صباحك خير أهلا بالبدأ يريد نعرف يعني هاي الدراسة هي صحيحة أو لا برأيتش أنت بما أنه أنت مهتمة بهذا الموضوع ومختصة بهذا الموضوع أيضا لكن مع مراعاة الفرق بين المجتمع الياباني والمجتمع العربي أكيد طبعا هي سواء كانت بالمجتمع الياباني أو المجتمع العربي أو كل المجتمعات إذا المرأة شافت يعني أو وجهت صعوبة بالتوازن بين عملها وبيتها أكيد راح العمل يكون يأثر على حياتها الزوجية فما يعني ما تختص هاي دراسة بس بالمجتمع الياباني كل المجتمعات تعتمد على المرأة طبعا نعم طيب نور تشوفين كحضرتك محامية وخاصة بالاستشارات اللي خاصة بالحياة الأسرية هل بالفعل عمل المرأة يأثر على حياتها الزوجية بشكل سلبي أو ممكن أنه يهدم هذه الحياة الزوجية؟ هذا يعتمد على طبيعة الحياة الزوجية ظروف الأسرة اللي تعيش بها المرأة تفهم الأزواج العمل زوجاتهم أكو تلاقيين بعض الأزواج يدعمون زوجاتهم يحبون يشوفون زوجاتهم ناجحات يشجعوهم يساندوهم أكو بعض الأزواج لا لأنه يرفض عمل الزوجة نهائيا أكو بعض الأزواج أنا أسميهم أزواج سامنين هو يخلي زوجته تشتغل بس بنفس الوقت يحسسها أنه هو متفضل عليها صح أنه أنا متفضل عليهم خليك تشتغلين فيكون مصدر قلق يسببها يقفلها على الوحدة يعني يشي تسوي هذا بسبب شغلة تقصير بالقانون العراقي ماكو أي مادة تمنع المرأة من العمل سواء كانت متزوجة أو ما متزوجة بالعكس قانون العمل العراقي المادة 85 و86 هيئت ظروف يعني دعمت المرأة العاملة حددت لها حقوق كاملة إحنا إذا استغلينا قانون العمل العراقي يعني بصورة صحيحة راح المرأة نهائيا متواجهة أي صعوبة بين عملها وبيتها بالعكس يعني يعني وفر لها حقوق كاملة للزوجة نعم وغيرها إحنا بصراحة بوقتنا الحالي نشوف الشباب اتجاههم وميولهم إذا رادي يتزوج يطلب أن يتزوج من امرأة تكون يعني عاملة أو موظفة بس يعني أكو بعضهم يطلب أن تكون لازم دارسة ولازم خريجة ولازم موظفة ومن يجي يخطبها بطلي من الشغل أي هاي هاي هواية تصير طبعا هاي ما يعتمد على يعني هو متناقض أو مثلا يقول هي طبيعة تفكير الشاب أو المجتمع يعني العايش به الشاب هو إذا هو مثلا يريدها مو موظفة يروح يأخذ موظفة يتزوجها ويقولها قعدة بالبيت أخو أنت أورادي يروح تزوج وحدة مو موظفة ويعني استقروا ببيتكم يعني هذا يعتمد على يعني طبيعة الشاب وتفكيره بس منهم يلجأ أنه يتزوج موظفة يقول هذي راح تساعدني بالحياة الزوجية يعني بمستوى المعيشة أو قسم لا يعني يرفض أنه زوجته تكون تشتغل وتكون يعني واجبها بالبيت وبس طيب برأي تشوفين هسا الشباب مثل ما قالت زينة أنه هما يبحثون من البداية عن مرأة تكون أنه هي تشتغل بنفس الوقت يصير يطالبها بواجباتها المنزلية وأنه هو ما يساعدها أو يساندها بالمقابل هي ماديا أيضا تساعدها فالشواكة يكون بالأخير الشغل هو عائق يعني هل يعتمد على أنه هي المرأة بشطارتها تقدر توفق بين شغلها وبين بيتها أو السبب الثاني أيضا أنه لازم يكون الزوج داعم ومقدر فأكيد راح يصير قصور أو ما يصير قصور كبير بنجاح الحياة الأسرية إذا كانت المرأة عاملة يعني إذا هو مقدر ظروفها ومقدر وضعها أكيد ما راح يلاقون أي صعوبة المرأة الطموحة الناجحة هي اللي راح تقدر تحقق توازن بين العمل والبيت يعني أنت مع المرأة العاملة المتزوجة؟ طبعا مع المرأة العاملة تكون مستقلة ماديا تكون قوية تكون الهدور بالمجتمع فأكيد أنا وين المرأة العاملة؟ يعني المرأة العاملة اليوم أو كثرة النساء العاملات بوقتنا الحالي وتقبلنا لي أن المرأة لازم يكون الهدور رئيسي بكل عمل صار سبب أساسي بتأخر الزواج أو بتراجع بعض النساء عن فكرة الزواج اللي بتعادة عن هاي الفكرة صارنا نشوف أي امرأة عاملة أو طالعة للحياة حياة العمل شافة الدنيا مثل ما يقولون بلهجتنا بس ترفض الزواج نهائيا صح على عكس البنت اللي هي قاعدة بيت أهلها أحصى صح لأنها ما عارض شي قاعدة بيت أهلها تنتظر يعني أكيد راح تتزوج بينما المرأة العاملة تكون أكثر انفتاح أكثر وعي راح تبدي تطلعاتها تتوسع أنه الدور عن شريك حياة متفهم يقدر فهذا يعني بصعوبة تلقى هيش نموذج يعني يعني مو دائما أنه متوفر هيش نوع من الرجال فرح يسبب في تأخر الزواج مثلا هي ابنة تقول أنا أشتغل وعندي يعني فلوس ودأ أصرف على نفسي وأطلع وعندي حرية ليش أنا أرتبط بشخص راح يقيدني أتقاء دقيق وصحيح يقيدني يعني يقلل من دوري بالمجتمع فبالتالي راح نشوف أكو تأخر طيب نور بالنسبة للسيدات المتزوجات واشتغلت بعد ما تزوجت يعني ما أخذها من البداية تشتغل من بعد فترة لما تشتغل ووضعها المادة يستقر تشوفين شخصيتها تغيرت وبدأت تقوى وبدأت خلي نقول تتذمر وبدأت الأشياء اللي كانت قبل متقبلتها صارت ما تتقبلها وهنانا راح تبدأ الشرارة اللي تشعل مشاكل بينها وبين زوجها طبعاً مو لكل بعض النساء البعض أكيد مو لكل بعض النساء تشوف أنه أكو تغير صار بحياتها مثل ما قلت لكم عمل المرأة هو استقلال استقلال المادي إليها الاستقلال المادي يولد عندها قوة ولد عندها طموح فإحنا هسا نشوف هوايا نساء عايشين بحياة زوجية بائسة ما تقدر يعني تستقل أو مثلا ما تقدر تنفصل ليش لأن ما عندها عمل فتضطر تعيش بهاي الظروف الصعبة لأنه ما عندها معين ما عندها مثلا أهلها يعني شالوا إيدهم من أدام مثل ما نقول بعد الزواج فهي بالعكس لو كانت تشتغل ما كانت يعني تضطر تعيش وياهي شي زوج لما تشتغل وتحس بقوة تحس بأنه هي استقلت مادياً بالتالي أكيد راح تتذمر على الظروف اللي كانت تعيشها وياهي زوجها أكيد لأنه هي تحملت مثل ما يقولون مصاعب وشافة الوين يعني يلا قررت تشتغل هي أكيد مو من حبها للتعاب أو لقعدة الصباح أو لهذا الزينا يحبون أنه هما يطلعون على العالم غير الحياة الزوجية وإدماماتها بالبيت فالإطلاع مرات هم يسبب مشكلة يعني مثل الشوك يصير صد معدها ما متعودة على شي فجأة شافت أجواء غير الإنغلاق اللي كانت بي فتبدأ تتذمر على الصغيرة والشبيرة تبدأ أنه تتمرد على الواقع اللي هي عايشته فرح تسبب مشاكل ودور الرجل ذكرت بالبداية أنه هو أساسي جدا بأنه المرأة تقدر توازن بين العمل ويعني بين حياتها الزوجية لكن إحنا رغم أنه دور الرجل مهم دور المرأة بأنه هي توازن أو النصيحة أو طريقة اللي ممكن تتبعها حتى تقدر توازن بين عملها وبين حياتها الزوجية وما تخسر يعني واحدة من عدهم لأنه اللي تركز بحياتها الزوجية لازم تترك عملها ماك واحدة بينها تقدر توازن بشكل مستمر وبشكل دائم صحيح إلا ما ندر المرأة لما تكون طموحة رح تقدر بعض النساء يعني هم يشتغلون مو بحاجة مثلا مال أو بحاجة شهية تكون عندها طموح تريد تكون لها دور بالمجتمع تريد تطور عائلتها تطور حياتها هي تش نوع من النساء ما رح تواجه أي صعوبة ما رح تفقد التوازن بين العمل بالنسبة لأطفال في حال كان أطفال ما يكون أكو في تقصير يعني بحق أطفالها أو يعني ذا بالذات أطفالها صغار يعني بعد يحتاجون لرعاية أكثر هيعتمد على هي ذكائها تطلعاتها مثلا عدد الأطفال إذا كان طفل واحد مو مثل صعوبة إذا كان عندها طفلين أو ثلاثة بالتالي إحنا ما رح نجيب للمجتمع أطفال مريضين نفسيا أهلهم يعني كلها بالعمل ملتهين وعاي فيهم صح؟ فهذا يعتمد عليها المرأة هي شلون تقسم الوقت بين بين البيت الأطفال العمل يعني يعتمد على المرأة أريد أن أعرف عندي فضول واجهتي أحد القضايا والمشاكل اللي من قبل الزوج أو الزوجة تخص العمل أو تخص أنه الزوج يطلب من الزوجتها ترك العمل وما تركته من هاي الأمور أكيد واجهتي هواية أنت بس أحد المشاكل اللي بقت بعقلك أو أنه وصلت إلى حد مستحيل أنه يحل هالشخص؟ أنه الزوج خير زوجته بين العمل والبيت لأنه شاف يعني هو ملتهي وهي ملتهية والأطفال فخيرها بين العمل والبيت هي اختارة في العمل طبعا وتركت الأطفال وتركت شنو رأيش بهذا التصرف؟ إذا كان الزوج يعني ممكن نفضل حياة العمل على الحياة الأسرية خصوصا إذا أكوا أطفال وهم أقتص شيء يعني مفروض يكونون شنو رأيتش في حال المرأة اختارت إذا كانت عيشة عيشة كريمة طبعا بين قوسين هي إذا عملت وعدها أطفال العمل المفر لها المال الاستقلال المادي زوجها يكون مثل العائق بحياتهم يعني المشاكل يعني كثرة المشاكل بالبيت هم المتضاد طبعا فهي شي تقول أنا مستقلة ماديا أخذ أطفالي وأستقل بحياتي بعيد عن هذا الشخص الذي يأذيني في تفكير سليمية بالمية اللي يسوي لي مشاكل فهي مو قصة أنه هي الضحي الضحي بالنقطة لا أعفونا أنا قلت إذا هي كانت حياتها الزوجية مستقلة ومرتاحة بس هي حابة تشتغل الزوج متقبل هذا الشي لأنه من خلال عملها شاف أنه هي تقصر بحقها وبحق بيتها وأولادها وقالها أنه مثلا يعني خلينا نعيش حياة عائلية مستقرة أنا مو ويلي يكون لا مقصر ماديا أو معاملة سيئة أو عدم احترام ومع ذلك يجي يتأمر يقول قودي لا أكيد من حقها أنه تنفصل وتستقل بس أكون شاهد أيضا نساء إحنا أنا حب أتناول الجانب السلبي والإيجابي عايشين حياة مستقلة زواجهم زينين وياهم ماديا ما مقصرين وياهم بس هي تقول لك أنا أريد أن تشوف دنيا أريد أن تشتغل فبالأخير تختار العمل على الحياة الزوجية وأنا أشوف أغلبهم يندمون إذا كانت مرتاحة ويزوجها سابقا صحيح صحيح بس أقول لكم على شيء أغلب النساء اللي تواجه تكون بين هاي الخيارة تختار العمل على الزواج ما تندم بعدين ما أرس هذا الشيء أشياء مزينة بالزواج ما راح توصل لنقطة نهاية لا لا أكو يحبون يحبون هما يحبون يكون لديهم حياة استقلالية تقول لك أنا إذا أشتغلوا مرتاحة وحياتي هاي ما أحتاج الرجال أحنا حتونا كما ليش الرجال يعني يعني عفوا ليش الرجال يتخوفون من المرأة العاملة المرأة العاملة من تستقل ماديا تكون أقوى فبالتالي راح يكون عندها تخوف يريد دائما المرأة ضعيفة ليا طبيعة الرجل التسلط يعني هو يريد يفرض حضورة طبيعة الرجل صح طبيعة الرجل تسلط صحيح القليل منهم متفاهمين هي اللي يعني تتحكم بتصرفها وإحنا أكيد مثل ما قلت لك ما نحب نوصل لهذه النقطة وكل نساءنا والرجال يوصلون لنقطة نهاية صح أو نقطة تعيسة يسموها اللي هي الأطفال يتشتتون العائلة تشتت نصيحة أخيرا نسمعها من عندش لكل الناس اللي تتابعنا ولكل النساء العاملات ولكل الرجال اللي نساء هم عاملات بالنسبة للنساء أقول هم اشتغلوا أوكي أنا ويا عمل المرأة لأنه عمل المرأة ينطيها قوة تتحدى الظروف تتحدى أي مشاكل يتواجهها بداخل البيت حاولوا تحققون توازن بين العمل والبيت والأسرة وتهتمون بأسرتكم وأطفالكم بالدرجة الأولى حتى إذا كان على حساب العامل لأنه البيت والأطفال هما بالمرتبة الأولى صحيح اشتركوا في القناة